الاهلي والمصري كلاكات تاني مرة مباراة النادي الاهلي وسيراميكا كليوباترا وإحنا محتاجين صفقة المهاجم في أقصى سرعة كلام كتير في حلقتنا معاكم النهاردة عن مباراة النادي الاهلي والنادي المصري ولكن أهم حاجة ما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايج وبسرعة خلينا نبدأ حلقتنا معاكم النهاردة كالعادة مباراة جديدة النادي الاهلي بيقد فيها بشكل كويس جدا ويمكن شكل ممتاز كمان من الناحية الهجومية ومن ناحية خلق الفرص ومن الناحية الدفاعية ولكن كالعادة تفضل أزمة ومشكلة الفينش الأخير عشان كيا بقولك أن ده كلاكات تاني مرة مباراة النادي الاهلي وسيراميكا كليوباترا لو تفتكر معايا اللي انتهت بالتعادل واحد واحد هو الحقيقة مش كلاكات تاني مرة لمباراة الاهلي وسيراميكا بس هو الحقيقة كلاكات يمكن عشرين مرة تلاتين مرة لمبارايات كتير النادي الاهلي بيقديها بشكل كويس ولكن تفضل مشكلة غياب النتيجة تفضل مشكلة ترجمة الفرص لأهداف تفضل مشكلة شادي حسين ومحمد شريف والحاجات اللي شفناها النهاردة خليني بس كيا الأول أتكلم معاك في كام كورة النهاردة عندي الكورة اللي اتعملت الهجمة المرتدة السريعة للنادي الأهلي وقدر أفشا ان هو يعملها وكان معاه حسين الشحات هنا الكورة دي كان مفروض ان أفشا هو اللي رايح والشوء مواجه للجون هو اللي يشوط على الجون الشحات ما كانش في مركز ان هو يشوط بأرياحية أو ما توقعش أصلا ان محمد مجدي أفشا هيديله الكورة فكان مفروض ان الأفضل ان أفشا هو اللي كان شاط على طول هنا مشكلة قرار بلاقي فرص وكور تانية لشادي حسين ولمحمد شريف مشكلة قرار كان فيه كورة وان طول مفروض ما بين الشحات وهاني الشحات قم فجأة واخدها وشاط في اللعيب اللي قدامه أصلا مدافع اللي قدامه لنادي المصري وضاعة الهجمة هنا مشكلة قرار فيه مشكلة قرارات عند لعيبة النادي الأهل ودي لازم ان كورة يتكلم مع اللعيبة فيها مشكلة لازم كمان اللعيبة بنفسها تقعد تتفرج وتشوف تاني وتتفرج تاني وتتمرن تاني وقدام الجون عشان أقدر أحل مشكلة القرار اللي عندي لاني مش هقدر أفضل مكمل على الرتم ده وتفضل المشكلة واضحة قدام مجلس إدارة النادي الأهلي ان احنا محتاجين مهاجم بأقصى سرعة تخيل معايا في مباراة كبيرة ما بين النادي الأهلي والنادي المصري النادي الأهلي عمل كم تزديدة النهاردة؟ النادي الأهلي عمل 16 تزديدة طيب سبعة أوف طارجت تلاتة هم اللي قوم طارجت خلاص؟ ستة بلوكد شات يعني ستة اتعمل فيهم بلوك للعيبة النادي الأهلي متخيل معايا يعني متخيل معايا مشكلة زي ما بقولك في القرارات طيب متخيل معايا أكتر إن 14 تزديدة منهم جوة جوة السندوق جوة 18 مشكلة يعني في مساحات يعني بخلق فرص ومش عارف أعمل الفنش الأخير طيب قصاد ده النادي المصري عمل كم تزديدة؟ عمل أربع تزديدات طيب أقولك بقى كم واحدة فيهم اون طارجت وكم واحدة اوف طارجت؟ اون طارجت على الجون تلاتة تزديدات يعني نفس عدد التزديدات الخاصة بالنادي الأهلي اللي قدر ان هو يعملهم على الجون اون طارجت من 16 تزديدة هم نفس للنادي المصري عملهم من أربع تزديدات متخيل معايا أنت كان عندك نجوم المباراة نجوم المباراة خط دفاع النادي الأهلي وخليني أقول أنه لازم نشيد بالمنظومة الدفاعية للنادي الأهلي في الفترة الأخيرة بداية من محمد الشناو والكورة اللي شالها في أول المطش من جراندو وبصراحة لو كانت جات جون كانت هتبقى مشكلة كبيرة بالنسبة للنادي الأهلي في بداية المطش ياسر إبراهيم اللي بيعمل واحدة النهاردة من أحسن مبارياته وهو خرج مصابه إن شاء الله تبقى إصابة بسيطة تتكلم في محمد هاني في علي معلول محمود متولي خط دفاع النادي الأهلي النهاردة عامل أداء فوق الممتاز نيجي نتكلم على نص الملعب أليو ديانج كان شايل حرفية وخط النص النهاردة عامل مطش كبير النهاردة أليو ديانج الأطراف عندي حسين الشحات مع محمد هاني وكان عندي اعتراض شوية أو مشكلة شوية في بداية برونو سافيو وشفنا الفرق لما نزل أحمد عبدالقادر إزاي كانت صنائيته مع علي معلول كانت الأفضل وأنا بفضل قصة الصنائيات يعني قلت لك قبل كده إن حسين الشحات لما بيلعب مع محمد هاني أفضل أفضل من صنائية محمد هاني وكريم فؤاد فصنائية أحمد عبدالقادر مع علي معلول هي برضو أحسن من صنائية سافيو مع علي معلول وشفنا ده النهاردة لما التغييرة حصلت وشفنا كم الفرص اللي جي للنادي الأهلي في الشوت التاني خلق الفرص موجود لكن تفضل مشكلة القرار عند اللعيبة مشكلة وجود اللمس الأخيرة شاذي حسين ومحمد شريف النهاردة كالعادة ما فيش جديد ودي مشكلة ليه بقى؟ محمد شريف لعب مع النادي الأهلي 590 دقيقة قدر إن هو يسجل فيهم هدفين هدفين بس في 590 دقيقة والراجل بقاله آخر 3 أو 4 ماتشاط الراجل بينزله أساسي وبيلعب لوقت كبير وقت طويل لازم يبقى فيه تركيز أكتر من كده على الجود شاذي حسين نفس القصة أقل شوية هو لعب 329 دقيقة قدر فيه من هو يسجل هدف وعمل أسستين أنا محتاج إن الفعالية الهجومية عندي كنادي أهلي تزيد أكتر من كده أنا داخل عندي بعد كده عندي مطش سموحة في الكاس وخلي بالك أنت متعادل مع السموحة في الدوري نركز على النقطة دي أنت متعادل مع سموحة في الدوري مطش الجاي مباراة كاس طيب المطش اللي بعده عندي الزمالك عندي الزمالك بعد كده وفيما بعد كده يعني نادي الأهلي داخل على كاس العلم للآن دي داخل على دوري أبطال إفرقيا أنت الستاشر أو السبعتاشر فرصة أو تزديدة اللي توفروا لك النهاردة ممكن في بعض مطشات مايتوفر لكش غير فرصة أو فرصة دي لازم أن أنا أعرف إزاي استغل الفرص اللي بيجيلي النهاردة أنت بيجيلك تاني هرجع لنقطة الضربات السابتة النهاردة بيجيلك تسع ركنيات ما بتستفدش منهم بولا ركني لكن خلينا نقول أن النادي الأهلي لسه هو متصدر الدوري وبرصيد واحد وتلاتين نقطة وبفارق أربع نقطة عن نادي فيوتشر وخمس نقطة عن نادي الزمالك في المركز الثالث ولكن محتاجة حافظ على الأداء بتاعي محتاجة حافظ على الرتم بتاعي تيجي النهاردة لقصة التحكيم أزمة أزمة ومشكلة كبيرة في التحكيم ومش عارفة لحد إمتى هنفضل في القصة دي مباراة كبيرة مباراة النادي الأهلي والنادي المصري مباراة كبيرة إزاي أجيب حكم مع كامل الاحترام للحكم وليد عبد الرازق ولكن يا جماعة مضش كبير عليه النهاردة كابتن وليد عبد الرازق بيفشل في إدارة مباراة النادي الآلي والنادي المصري كان مغير طبيعي من الفولات والراجل واقف ولا هو هنا وقت بدل ضايع في نهاية المباراة ومن قبل نهاية المطش لما حارس مرمى نادي المصري محمود جاد بيقع والراجل ما بيحسبش الراجل ولا هو هنا خروح حسين السيد في التغييرة الأخيرة لكابتن حسام حسن وراجل ما بيحسبش الوقت ولا هو هنا طب وبعدين في التحكيم ما هو ده جزء من اللعبة وجزء من اللقاء فما تقوليش أنا ما برميش حاجة علشان معت التحكيم ولكن ده جزء من اللعبة انت بتحجمني كفريق بالشكل ده لما ما تدنيش فولاتي وسامح بأن إن بعض من لعبة المصري تدخل بشكل عنيف شوية في اللعب يبقى في مشكلة كده أنا سؤالي لحضراتكم النهاردة ايه هي مشكلة الفنش الأخير في النادي الأهلي ونقدر نحلها ازاي ونقدر نحل مشكلة محمد شريف وشدي حسين ازاي من وجهة نظركم